اشتركوا في القناة زيارة المقبرة أيضا على الراجح دون الاكتار من ذلك ومن الدعاء المأثور للزيارة المقبرة أن يقول المرء السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية رواه مسلم وإذا زار المرء قبرا مخصوصا كقبر أبيه مثلا فإنه يسلم عليه تسليمه على الأحياء ويجعل القبر بينه وبين القبلة ويدعو ويستغفر له يكره الوطء على القبور والمشي عليها إلا إذا لم يجد طريقا بينها وتكره قراءة القرآن في المقبرة على الراجح عند أهل العلم وليس للزيارة المقبرة يوم محدد أو ساعة معلومة ترجمة نانسي قنقر